لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني ونشوف أن اللجنة دي عليها مهمة مزهلة وعليها حملة قيل جدا معنا على تليفون دكتور ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني أهلا بك يا دكتور أهلا بحضرتك إزاي الصحة على كله تمام؟ الحمد لله تمام يا رب يعني الملف ده بالذات ملف كبير ثقيل مهم مؤثر أيما تأثير على المجتمع المصري مما لا شك فيه أبرز الأولويات المطروحة على أجندتكم وإحنا هنبدأ أظن الأسبوع الجاية على طول من يوم الحد إن شاء الله المحور المجتمعي حيبدأ أولى عنعقاد جلساته هتكون يوم الخميس الموافق 18 مايو والحسن حظي أن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي هتكون أول لجنة بتنعقد وعندنا موضوع مهم جدا على رأس الموضوعات وهو موضوع الوصاية عظيم جدا طيب إشرح لنا أكتر في الموضوع ده إحنا في اللجنة من ضمن الخطة كنا على فكرة حصين موضوع الوصاية إحنا مش بنتحرك وفق لإطارة الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي أو الدراما اللي كانت بتعرض في رمضان إحنا كنا حصين موضوع الوصاية من ضمن الموضوعات اللي حيتم مناستها خلال الجلسات بتاعتنا هتكون رصد للواقع وطرح عدد من الحلول الخاصة بالقضية لأن مسألة الوصاية واحدة من أهم الملفات اللي موجودة عندنا هنريد من خلالها بحث الأثر التشريعي للقانون المعمول بي حاليا وبعد كده في مرحلة لاحقة ضمان استعادة حقوق المرأة المهدرة وتمكنها من الوقوف على مصلحة أبنائها وتحقيق ما فيه صالح للأبناء يعني قضية الوصاية من أولويات اللجنة حقيقية من قبل ما يطرح الموضوع الفترة الأخيرة دي يعني من قبل ما المسألة تبقى بسبب المسلسل تحت الوصاية ورمضان والناس كلها التفت حول هذه القضية في أنتوا كنتوا مشغولين بهذه المسألة حقيقي خطة اللجنة إحنا يعني كنا بدأنا في أن إحنا نعدها من صهر 11 2022 وكان موجود الموضوع من ضمن خطة اللجنة اللي إحنا سلمناها لمجلس الأمناء للحوار الوطني طب بالتأكيد جالكم مش عارف مئات ولا آلاف من المقترحات حول مسألة الوصاية السؤال أبرز المقترحات اللي كانت لافتة للنظر اللي بتعتقد دكتور ريهام إن إحنا نتحرك في هذا المسار بخصوص موضوع الوصاية ولا أفضل حضرتك موضوعات أخرى الوصاية أولا ثم بقية الموضوعات والله موضوع الوصاية طبعا جالنا مشاكل زي اللي قصارت في المسلسل إن المرأة بتكون مش قادرة يعني مش هنقول تتحكم تقدر تتحرك في المصاري الصحيح بالنسبة للورث بتاع أبنائها يعني بمناسبة التعليم عايدة تجيب لهم حاجة خاصة بالدراسة عايدة تجيب لهم حاجة خاصة بهم هم موضوع إن الجد هو اللي بيكون واصي ويقول آه أو لا ده بيعيق حاجات كثير قوي في حياة الأبناء طيب ده كده بخصوص الوصاية طب وماذا عن بأن احنا بنتكلم على الأسرة والتمسك المجتمع احنا بالتأكيد لازم هنرجع على مسألة عقب الانفصال أي بعد الطلاق ما بين الزوج والزوجة هل في مخترحات متعلقة بضمان حقوق الأبناء في إنفاق حقيقي طبقا لدخل حقيقي من الزوج لأنه فيه ناس كتير تتملص أو تمثل وفيه اللي بيعمل نفسه ميت زي ما بنقول كده أنا عايزة أقول لحضرتك أن دي مشكلة 90% من السيدات اللي تم انفصالهم عن الأزواج حضرتك قصدك ما بعد الطلاق مظبوط طبعا دي مشكلة كبيرة جدا وعلى أثرها المحاكر المليانة قضايا النفقة يعني إحنا عندنا أكبر مشكلة بتؤرد الأسرة هي مشكلة الطلاق ودي برضو محور لوحده عندنا في اللجنة يعني على رأس الموضوعات هو موضوع الصلاق والأثار النتجة عنه زي ما حضرتك بتقول عدم الإنصاق ده يعني وضع صعب جدا ومتفاقن حيكون إن شاء الله بإذن الله لي حلول مطروحة وحيتناقش بشكل مهم جدا ولازم إن إحنا نحط له حد إن شاء الله يقام بشكل تشريعي يعني يحصل زي استحداث مواد أو استحداث قانون جديد سواء للأسرة أو قانون الأحوال الشخصية إحنا كل اللي يهمنا في الآخر ما يهم نفس بقى حنستحدث مواد أو حنستحدث قانون من بابه ولكن اللي يهمنا استرجاع حقوق المرأة والأبناء فيما بعد الطلاق استرجاع حقوق المرأة والأبناء فيما بعد الطلاق أظننا دكتور جهام هيحتاج إما إلى تعديلات في القوانين القائمة حاليا أو لا استحداث تشريع أو قانون جديد من بابه يعني أنا شفت حالات للأسف بعض الأباء يبدأ يتحايل فمثلا يبدأ يكتب أملاك بأسماء غير مش على اسمه هو علشان لما ييجي يثبت شيء أمام الضبط يبدأ يحاول يتحايل فيه إنه الدخل بتاعه يحاول يثبت إنه يصل إلى عشر دخله الحقيقي وما إلى ذلك بحيث إنه برضو يفضل بيخلق تحايلات وتهرب من الإنفاق بشكل حقيقي ووقيع على أبنائه مضبوط ده اللي المفروض يطلع علينا كمخرجات إن شاء الله من خلال جلساتنا في الحوار الوطني حتطلع زي ما قلنا قبل كده مخرجات تشريعية أو مخرجات تنفيذية أو على هيئة برامج توعوية فده إن شاء الله بإذن الله يكون من ضمن المخرجات الأساسي اللي حتكون للمخرجات الجلسات أنا لو علي اللي هيتحايل ويتهرب وضرب ورق ده يتعبس بصراحة ما إحنا عشان كده بقى بنقول يا إما إن شاء الله نستحدث قانون كده من بابه من أول والجيز إما لو هيحصل يعني استحداث مواد أو تعديلات لازم تكون واضحة وصريحة وقاطعة ما فيهاش فلاعب ما فيهاش لوعى زي ما بيقولوا يعني آه صحيح لأنه للأسف الشديد كتير جدا بيلا وعلى مشكورة جدا دكتور ريهام الشبروي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني اشتركوا في القناة